دكتور خطار أبو دياب هل أصبحت سفقة القرر اليوم من ثوابة السياسة الخارجية الأمريكية أسس لها ترامب وبالتالي هي لن تتغير مهما كان اسمه ساكن البيت الأبيض الذي سيواصل التعامل وفقها في تعاطيه مع القضية الفلسطينية أحييك وأحيي فريق العمل في قناة العربي الدكتور مصطفى وكل من يتابعنا أعتقد أن مسألة صفقة القرن وما تم بعد إذن تطبيقه منها أو العنوين الأخرى نعم هذا هو نهج أمريكي ولو أخذ عنوين مختلفة دوما الهم الأساسي للولايات المتحدة منذ خمسينات القرن الماضي في الشرق الأوسط كان يتركز حول مسألتين حماية إسرائيل ومسألة أخرى حماية أمن الطاقة وكل ما له صلة بهذه الهيمنة مع ترامب أخذ الأمر حجما كبيرا أراد كما أراد أوباما أوباما على فكرة من أكثر أن الناس الذين كذبوا على الفلسطينيين لأن حكايته حول تجميد الاستيطان كانت هي من أبشع المسائل التي ساهمت بتكريس الأمر الواقع طويلا وطويلا ولذلك عندما كان أوباما يراهن على صفقة العصر مع إيران قام بها ولم يتم استكمالها وأتى السيد ترامب مع ريهان أفتاه صهرة وكوشنر بصفقة قرن وربط اسمه بذلك لكن على ما يبدو الناخب الأمريكي ولو نال ترامب 70 مليون صوت لم يؤيد خيارات ترامب في مسائل كثيرة وربما جائحة كورونا هي التي أطاحت به قبل كل شيء تعافى منها صحيا وسقط فيها سياسيا الأهم الآن نعم عدم الرهان وعدم التصور بأن المسائل تصنع دوما من هناك لأن الجانب الأمريكي ليست مسألة فقط الوساطة النزيهة أعتقد أن الجانب الأمريكي لم يعمل يوما من أجل السلام شامل حتى هذه الاتفاقيات الثنائية إن كان كامب ديفيد أتى بشكل مباشر أو بوساطة أعتقد رومانية ومغربية اتفاقيات أصله دول الشمال الأوروبا الاشتراكية الدولية الكثير من الدول ساهمت فيها والولايات المتحدة تبنتها بعد إذن إذن حتى في هذه المواضيع كانت الولايات المتحدة تحاول دوما صيانة وضع معين كل كلامها عن حل الدولتين الآن في برنامج بايدن العودة إلى حل الدولتين ولكن من ناحية واقعية العودة إلى المفاوضات يعني دوامة ومن دون وحدة فلسطينية من دون برنامج فلسطيني فعلي من دون اعتماد على الجيل الفلسطيني من دون تجربة ديمقراطية أيضا عند الفلسطينيين من دون تصحيح للوضع العربي المسألة ليست بهذه السورة يمكن لسيد بايدن أن يحاول تحسين علاقاته مع الأردن ليرتب الأمور مع بعض الدول الأخرى يمكن أن يحاول إقناع السلطة الفلسطينية لكن هذا الرهان الكبير أو المبالغة فيه برأيي غير صحيح